أصدر الديوان الأمري اليوم بيانا يدعو فيه الجميع إلى عدم الخوض بشأن ما أثير عن وجود تسديلات لبعض الأشخاص والتي هي محل تحقيقات نيابة العامة وقال الديوان في بيانه أثيرت في الأوينة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسديلات لبعض الأشخاص وحيث إن هذا الأمر معروض حاليا أمام نيابة العامة التي تعتبر شعبة أصيلة من شعاب القضاء واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات والإتاحة الفرصة كاملة لنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق بموضوعية وحيادية كاملتين فإن الديوان الأمري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر لنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات ترجمة نانسي قنقر